السلام عليكم يسر سفريات البركة وشركة المناسك للحج والعمر ان يقدموا لكم وقفات رمضانية جوائز اليوم برعاية حلويات الحلاب الولايات المتحدة اوركيد ديتز لتمور المدينة ومجول كاليفورنيا ومدفة للمستلزمات والهدايا الاسلامية والان مع حلقة اليوم لفضيلة الشيخ الدكتور يحيى بخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الله القرآن العظيم جمع الله فيه صنوف الرحمات ومن ابواب نيل رحمة الله في القرآن تلاوته وقراءته اطراف النهار وزلفا من الليل قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه يوم القيامة يوم الاهوال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه في ذاك اليوم سيبرز القرآن يومر العباد بالمسير على الصراط وجهنهم تحتهم تزفر يمرون الى الجنة جعلنا الله من اهلها يبرز الصراط يبرز القرآن فيقول يا ربي ان فلانا يسميه باسمه ان فلانا كان يقرأ فيك القرآن يا ربي شفعني فيشفع ويدخل الجنة ويدخل الجنة رحمة عظيمة في كتاب الله لمن عود نفسه وردا من كتاب الله تلاوة شاب من الشباب التابلة عنده محمل المصحف يجعل له ورد يومي يقرأ في كتاب الله امرأة موفقة بتوفيق الله انهى تعملها في بيتها تجعل لها وردا من كتاب الله موظف في العمل وجد ساعة من وقته يجعل وردا من كتاب الله على مر يومه طيلة عمره اقرأ القرآن فانه ياتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه بعث الى المدينة خرج من مكة الى المدينة كاول سفير في الاسلام معلم للقرآن هو مصحب بن عمير العبدري رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي هو اول من خرج سفيرا في الاسلام لماذا؟ ليعلم القرآن وصل يثرب قبل تسميتها بالمدينة وصل يثرب وبدأ يعلم الناس فاقبل الناس على دين الله افواجا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وكان معروفا بانه يعلم القرآن التسق اسم مصحب بن عمير بالقرآن يتلوه ويعلمه ويقوم باحكامه ويطبق آدابه وشرائعه لأنه من اهل القرآن ختم الله له حياته بالقرآن ففي غزوة احد في السنة الثالثة من هجرة النبوية في غزوة احد التي كانت في السنة الثالثة في شهر شوال تحديدا حصل ما حصل والتقى الصفان وكسر المسلمون يومها ومصحب بن عمير يومها دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل وهو يدافع عنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قول الله جل وعلا من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفئم ماتا وقتلا قلبتما لعقابكم صاحب القرآن يموت على القرآن حسن خاتمة ويموت جهادا في سبيل الله مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تلاوة كتاب الله رحمة سؤال هذه الحلقة غزوة أحد في أي عام كانت من الهجرة النبوية وفقنا الله وإياكم وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة الرجاء الضغط على الرابط في الأسفل أو زيارة دليلو دوت كوم للإجابة كما نشكر دعمكم لثمانية عشر مشروع بناء وتوسعة مساجد في أمريكا نسأل الله أن يتقبل طاعتكم في هذا الشهر الفضيل وإلى حلقة الغد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر